الأطباق إذن نحن موضوع مهم نواصله مع التغذية ومش نحكيه على حاجة أنه كثر الأحديث عليها منذ فترة خاصة هي إدخال بعض البذور في نظامنا الغذائي من خلال إضافتها على السلطات في المخبوزات وحتى في الماء وهذا اللي حظت وانا شخصيا برسة عند حتى الزملية تلقى ماء وفيه بذور الله أعلم كل واحد شنة يحط بذور هيته نعرف اليوم أنواع هالبذور وفوائدها وكيفش خاصة كيف سنستعملها كل إجابات حول هذا الموضوع سعادين ومعنا اليوم اختصاصية تتغذية فيكتوريا حكيم فيكتوريا أسباح فيها صباح النور كيف سأخذ؟ الحمد لله كتر خير الحمد لله شكرا لك بداية اليوم قبل ما ندخل في التفصيل عن كل نوع بذور واحد وهيتنا تحدثوا البذور بشكل عام والخصاص الغذائية العام هلأ مثل ما معروف أنه البذور هي أساس الشتل يعني أساس الشتلة فيها كل الغذاء يلي بده تتكون فيها الشتلة منها المعادن والفيتامين والأنتي أكسيدنس والبروتايينات والفايبرز لأنه يصير فيها عنها شتلة هلأ كمان فوائد البذور هي عديدة مشان هيك بعض الأشخاص أو فينا نقول عامة الأشخاص بيتناولوا البذور لأنه يصير فيهم فوائد منها إلى علاقة بالصحة مثل الضغط ومثل ما بيوطي نسبة الضغط ضغط الدم كمان بيوطي نسبة السكر بالدم وكمان إلى تأثير إجابة على الدهون يعني البلاتست يعني الدهون الموجودة بدم الإنسان هيه برشا طيب هيت خل نبدو مع كل نوع بذور واحد نبدو بالأكتر واحدة بالأكتر واحدة يلي نساح أكتر واحدة بنسماع هي الشياء لأنه صارت الترند أنه بنحط الشياء بقلب الماي وبصارت العالم عم تشرب هيدو البذور هيدو البذور كتير مفيدة للصحة فينا نقول تقريباً 28 جرام من بذور الشياء ممكن تكون من 100 ل 140-130 سعارة حرارية هلأ جمالاً كل البذور خلينا نختصر كسعارات حرارية هي كل 28 جرام يعني واحدة أنصة هي أنصة يعني هي بتتعادل بين 130 لماكسيمو 160 سعارة حرارية وكمان هن مفيدين لأنه نسبة البروتين طبعهم البروتين النباتي يلي هين باختصاص فيهم كمان عالين وعندون فوايد مهمة بالنسبة للدهون يلي هين بتتميز بذور الشياء بالأوميغا 3 كمان نسبتها عالة تقريباً 5 جرام بكل 28 جرام هلأ الحلو ببذور الشياء أنه الضهون نحن نتناولها منها هي ALA هي نوع من الضهون المفيدة يلي تسمى الأوميغا 3 بجسم الإنسان بتتحول EPA وDHA يعني هيدول بيتحولوا لأنه يصيروا مثل الضهون حيوانية يلي نحن دايماً نوصف أنه تتاخد الأوميغا 3 يلي كمان ممكن تكون بالسمك بالسمك يلي هي دهون السمك يلي هو أكتر شي جسم الإنسان بحاجة لإله كمان إلى خصائص يلي هي كمان مفيدة لأنه توتل HDL يلي هي الكوليستيرول السيء بجسم الإنسان وكمان مفيدة لأنه تحسسوا بالشبع لي لأنه كينياتاً هي عندها فايبرز نسبتهم كتير عالية سو دايماً بتخفف نسبة الشهية بالنسبة لأه الآن في كتير فوايد يعني إذا بنا نتعددهم في كتير كتير فوايد كمان في غير أنواع من البذور مثل هي الفلاكسيد الفلاكسيد اللي هي بزرق الكتان كمان في عندها سعرات الحرارية تشبه الشياء تقريباً 140 سعر حرارية بكل 28 جرام كمان فيها نسبة بروتين عالي أكيد نحن هون من شكل نقول هني بروتين نباتية وليس حيوانية وأكيد تفيد جسم الإنسان لأنه متما تعرف أنه نحن كمان لازم نتناول بروتين نباتية 40% من أصل 60% يعني نحن إذا ما نعتبر بروتين نحن جسم الإنسان لازم يتناول شخص الطبيعي 20% بوجبته سو هاي العشرين بالمية بتتقصهم 40% تكون نباتية و60% تكون حيوانية آه واقع سو هاي البذور كمان بتتميز بهيد النوع من البروتين وكمان في إلا خصائص إنه هي كتير مفيدة كمان هي معروفة إنه في عندها أوميجا 3 وكمان معروفة إنه عندها نسمة المنغانيس فيها عالي طيب بالنسبة لهذه من الاثنين هل هنالك كمية أو طريقة معينة للاستهلاك؟ هلأ الفلاكسيد هلأ الفلاكسيد اللي هنا بذور الكتان لازم ينتحنوا كرمال يتناولون قاد لا يقدر يهضموا على جهاز الهضم لازم إنه ينتحن هلأ في كتير دراسات أثبتت يعني في دراسات عملت على سنين مورا أثبتت إنه في جروب من الأشخاص وقتا عم بيتناولوا ها كمية البذور كميات معينة كمان عملوا استديش على ستة آلاف شخص إنه وقتا تناولوا تقريبا أربعين جرام من البذور على مدة من البذور الفلاكسيد اللي هي بذور كتان على مدة اتناشر يوم بيّن بهبوط الـ LDL اللي هو الكوليسترول السيء وكمان بس يهبط الـ LDL بيصير في عنا ارتفاع بالـ HDL اللي هو الكوليسترول الجيد وهون بيبلش حماية البذور تنتقل لأنه تكون عنصر من عناصر حماية الأشخاص ضد مشاكل القلب لأنه غنية بهيد الدهون كمان فينا نركز على دهون السمسم كمان نعمل الدراسة على 8000 شخص وتناولوا تقريبا على مدة شهر من بعد الوجبة بذور السمسم أدى هيدا الشي لأنه يبين بذور السمسم لأنه فوايد ضد الـ Cancer يعني بيحارب ضد أمراض الـ Cancer لأنه متل ما معروف أنه السمسم بعزز أنه تجديد الخلية كمان البومكن سيت اللي هن بذور اليقتين كمان بيتساعد لأنه نجدد الخلية لأنه هن فيهم فيتوستيرول والفيتوستيرول هن أنتي أكسيدنت وبيخلصونا من الفري راديكالز يلي هن تصومون بيفرزها الإنسان في هالحالة هذي كيفش يتم تناولهم اليقتين أو السمسم؟ هلا بذور اليقتين خط لي بعض الوجبة صح في منهم عم بيخلطوهم أكيد بيأشروهم وبيخلطوهم مثلا مع غير بذور ممكن يخبزوهم بالخبز يحاطوهم بعد أنواع الخبز بذور الفلاكسيديا اللي هي بذور الكتين ممكن يحطوهم على السلاتات أو بالساندويتش ممكن يتناولون لأنه ما إلو طعم أبدا وكتير مفيد وبذور الشياء مثل ما حكينا وقالنا أنه فينا نحطهم بقلب الماء والشخص يتناولون دائما أنا بنصح للأشخاص اللي حبين يعملوا نظام غذائي ويضعفوا أكيد كتير مهم أنه يتناولوا بذور الشياء بالماء ولكن لازم ننتبه على هيدول البذور عامة أكيد هي كلها مفيدة ولكن التأثير السلب اللي ممكن نقول عنه هو وقته نكتر كتر بتناول هالبذور هذا هو صح لأنه بالنهاية هيدول هندوا هون إلا إذا الشخص كان ماشي على نظام غذائي معين مدروس ومنضف له هيدا النظام هيدول الأنواع من البذور هون منكون نحنا عم نسيطير على وزن الشخص طيب بالنسبة إلى بذور عبيد الشمس ولكنا عوامة مظلنا ما حكي نشعر صح بذور عبيد الشمس كتير غنية بالفيتامين إي وكمان غنية بالبروتين وغنية بالمانغاناز وكمان مثل ما قلت السعارات الحرارية بكل 28 جرام ممكن تتروح أنه تكون 140 كالوري بذور العبيد كتير كتير يلي هي بذور الشمس كتير كتير مفيدة لأنها تحارب بروستات كنسر كمان لأنه فيها عندها فوائد وكمان هي غنية بالأوميغا سيكس نشريوها عادية اي عادية بس كمان الكالوري طبعا كتير يعني أنا عم بقول 28 جرام يعني فيك تقول صح فيها 100 كالوري يعني بدالة مع واحد يخدها فيها تناول حصها من الفوائل بأنه هي بي نحطوها مع فيلم كالصوفي صح ميلي وكمان هيدول البوزور كتير بتساعدوا بأثبت دي رساد أنه بتوتن نسبة السكر بالدم مهم جدا طيب بالكينوة الكينوة أكيد هيدا الكينوة شابوباء مثل ما منقول دايما كتير غنية بالفايبرز وكمان في عندها بروتين وكمان اللهون المفيدة لجسم اللي هي منها الأوميغا 3 كمان بتحسس الشخص بالشبع كونة عن هي غنية بالفايبرز وبتساعد كمان على الهضم لأنه بتساعد الجهاز الهضمة أنه يكون في عنده ليونة بالخروج طيب تقريبا هذا كله في أخر حاجة خلينا نختم بها سريعا هل ممكن أنه أي استهلك مفرط لأي نوع من البوزور أنه يعطينا نتيج مع الأسف أو مضاعفة خطيرة هلأ أكيد كله شي بالزاد معنى نقص بس نحن لازم ننتبه أنه إذا نولنا هيدول الكميات البوزور أول شي بدنا نعرف إذا جسم الإنسان لأنه في أشخاص مثلا ما بيقدروا يتقبلوا حسب كل شخص والتاني ولكن المفرط بهيدا الموضوع أكيد هي أنه يصير في عنا زادة وزن ولكن كغزة مثل بوزور السمسوم كتير غنية اللي هي بتساعد لأنه تتخلص الشخص من البحث بالكلاوي هيدا كتير مهمة حسب الكميات اللي بدوا يتناولها وفي بعض الأشخاص دي كانت توليريت يعني ممكن أنه يتحملوا بعض الأشخاص ممكن أنه يتحملوا الأشخاص بيتحملوا بوزور الكتان يكلون بعدين ما يعودوا يتقبلوا مثلا الطعمة صو متل ما قلت أنه زيادة التناول هو البوزور هي كأنه نحن عم نتناول زيادة سعرات كالقرارية لأنه نهن من فئة الضهور تمام شكرا جزيلا لك إذن الاختصاصية في التغذية العلاجية فيكتوريا حكيم شكرا على كل مهلا أهلا فيكم وشكرا على استدافة شكرا لك شكرا لك